طيب هروح نادزة مالك حقيقة وعنده في الفترة اللي فاتت ما بعد مباراة البنك الاهلي الفترة القادمة يا فترة مهمة فترة التوقف النادي نادزة مالك يقدر يعني يجهز لعيبته ويبتدي لملم شوية بعض المشاكل اللي موجودة اهمها مثلا ان في كلام حصل ان محمد عواد هيتم تطبيق اللايحة الخاصة بالطرد في مطش البنك الاهلي عليه هنا ممكن بقى الجانب الاداري ومتمثل في الكابتن عبداللوحد السيد انه هو يفكر هل اللاعب ده تعمد ولا ما تعمدش لكن هنا الكابتن عبداللوحد قرر ان لا مش هيتم مواقبة عواد بالليحة الخاصة به طرد اللاعبين لدناتزة مالك لان شافوا ان محمد عواد يعني اتظلم فيه ضربة الجزاء او فيه الكرة اللي اضطرت فيه انا اسف كرة الطرد الطرد اللي اضطرت فيه محمد عواد فبالتالي يعني روح القانون بقى زي ما احنا بنتكلم كده قالك لا هو مش هيتم تطبيق اللايحة الخاصة به طرد اللاعبين لدناتزة مالك ده ممكن تفكير كابتن عبداللوحد وده شيء برضو بيعني بيشوف ان اللاعب بيتم تقديره بالشكل ده فده الجزء الخاص بمحمد عواد كان فيه تصريحات لأسوريو عن نمار تتذكروها ما بعد المتش الاخير وان اللاعب مالتزمش بالتعليمات فيه مباراة النص عشان كده ما بيلعبوش فبرضو كانت جلسة من كابتن عبدالواحد مع أسوريو وتم بيه ان ما ينفعش ان يتقال كلام زي ده عن اللاعبين وانك ما تتكلمش عن اللاعب يعني بخصوص امور ممكن تكون حصلت قبل كده وخلاص الامور بتعدي احنا مش نقصين مشاكل ومش نقصين تصريحات ممكن يعني تخلي اللاعبين يعني نفسياتهم او روحهم المعنويات قل ايضا الجلسة كمان كانت مع نمار انه انت بتقعد مع عشان برضو مش توسيء انك تقول له لا انت ممكن اه تغلط لكن الماتش اللي جاي هتبقى افضل ده برضو امور خاصة بكابتن عبدالواحد مهمة جدا حقيقة لدى ناتزة مالك في التوقيت ده لان انت لو خسرت لعب ولعب مهم انا بشوف ان مار من اللاعبين مهمين الحقيقة لدى القايمة الخاصة من ناتزة مالك لو خسرته اعتقد ان انت مش مش يعني عندك الامور صعبة بالنسبة ليه اللاعبين وقدرة اللاعبين في الفترة اللي جاي بالنسبة ناتزة مالك بعد اتكمل مباراة انك لو خسرته واحد تبقى مشكلة بالنسبة ليه قايمة نادي الزمري موقف فتوح والتجديد فتوح عنده القدرة انه في يناير القادم انه هو يمضي لأي نادي اه ممكن اللاجنة السلسية كابتن عدل واحد السيد بيعودوا معاه يتفقوا على امور كل موجودة داخل العقد لكن الجانب المادي هو مهم جدا فتوح ليه شرط ممكن يكون صعب شوية وهو انه هو ياخد مبلغ كبير من مقدم اطعاق يصل لتلاتين مليون جنيه هو شايف ان التزاماته والفترة اللي فاتت الالتزامات اللي كانت موجودة عنده انه هو ياخد المبلغ ده عشان يافي بالالتزامات ديه فهل مجلس الادارة الجديد اللي هي نادي الزمالك هيكون ليه جلسة مع فتوح تاني بحيس انه هو يتكلم معاه في الجزئية دي وهل العقد اللي طلبه فتوح هيتم تنفيذه ده برضه مش هيتم الا بعد وجود المجلس الجديد بالنسبة لنادي الزمالك